فإذا هون بيتكلم عن العبودية للخطيئة وهي ممكن يكون يعني إنسان في بلد حر وآمن وبيطبق كل التعليم وكل حقوق الإنسان وكل ما يملك ولكنه مستعبد مقيد داخليا مقيد لأوهام مقيد في زهنه أسير أفكاره مقيد في إدمان مثلا كحول أو مسكر أو مخدرات أو إدمان للشهوة والإباحية والأخلاقية وهكذا إدمانات كثيرة إدمان على القتل والعنف والضغينة والكرهية وحب الانتقام من الآخرين وعدم الغفران هذه كلها بتخلي الإنسان أسير بتخليه سجين سجين فكره سجين حياته بتخلي الإنسان فعلا مستعبد ومقيد بالأصفاض والأغلال والقيود أيضا فالمسيح عارف هذا الشيء مع إنه كانوا تحت الرمان لكن وجه الفكر إلى شيء أبعد شيء أهم شيء أعمق من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة ولاحظ ابتدى في آية 32 لأنه تكلم للذين آمنوا وبعدين الظاهر مكانوش مرسخين هيك في الإيمان أو حب التلمزة قال لهم وتعرفون الحق والحق يحرركم كل من يحب الحق لابد أن يكتشف الحق الإنسان اللي بيحب الضلال لابد أن يكون في الضلال أما الإنسان اللي بيبحث عن الحق وبحب الحق لابد أن يجد ولابد أن يكتشف الحق قالوا لم نستعبد قد أجاب يسوع وقال من يفعل الخطية فهو عبد للخطية ثم قال شيء آخر إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا